اشتركوا في القناة سحبة من الحكومة لا أتصور ذلك سيما إذا ما ربطنا هذه الهيئة الحجد الشعبي بالتحديد برئاسة الوزراء وهذا بحد ذاته يبين إلى حد كبير بأن هذه الحملة لا يمكن أن تبتعد حتى عن طبيعة التوجيهات الدكتور حيدر العبادي سيما وأنه الآن يتواجد على مستوى غرفة العمليات المشتركة وهذا بحد ذاته يبين إلى حد كبير بأن حتى وأن كان هناك تصريح من قبل المتحدث الرسمي للحجد الشعبي لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأن هناك انفصال ما بين الحجد الشعبي وما بين القائد العام للقوات المسلحة سيما وأن الدكتور العبادي فوض الحجد الشعبي بالدخول لخوض معركة الأنبار أنا أعتقد أن هذا الموضوع مرده من وجهة نظري إلى عدم موجود ناطق عسكري للحكومة العراقية وحتى للقيادة العامة للقوات المسلحة وهذا ما دفع للمتحدث الرسمي للحجد الشعبي بأن يعلن بدء العملية العسكرية لتحرير الأنبار طيب الإدانات أيضا طالت اسم العملية لبيك يا حسين ألا يؤثر ذلك سلبا على الحملة ويشعل المزيد من الحساسية الطائفية يعني أولا الحسين ليس رمزا طائفيا بقدر ما أنه رمزا إسلاميا هذا أولا الأمر الآخر يعني قد يدفع هذا الموضوع إلى أن يستثمر من قبل داعش بالتحديد سيما وأنه يعول كثيرا على الخطاب الطائفية وحتى تلك التغذية الطائفية في محاولة كسب المزيد من الأتباع له لكن ما يفن ذلك يعني عدة أمور الأمر الأول هو أن الحجد الشعبي تم استقدامه وفق يعني طلب من الحكومة المحلية والمجلس التشريعي لمحافظة الأنبار هذا أولا الأمر الآخر هناك آلاف من أبناء الأنبار يشاركون ضمن الحجد الشعبي وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه قد يجعل ذلك الهامش من الطائفية يعني بعيدا جدا ولا يمكن أن يكون عامل لإيجاد مساحة من التناحر أو حتى التضاد الطائفي لكن مع ذلك أنا أعتقد أن هذا الموضوع قد يستثمر من داعش بالطبع دعني أسألك باتجاه آخر ماذا يعني خسارة أو ربح هذه المعركة بالنسبة لبغداد يعني بغداد ابتداء لا تفكر بالخسارة بكل الأحوال وطبيعة الاستعدادات واتهي بكل المستويات تدلل على أن بغداد لا تفكر يعني الهزيمة وإنما تفكر بالانتصار إذا ما كسبت المعركة بكل الأحوال ستكون هي يعني انطلاقة لتحرير محافظة الأنبار بشكل كامل والالتقاء مع القوات الآن التي باتت تزحف من غرب سامراء باتجاه الثرثار وحديثة ومن ثم الوصول إلى الحدود العراقية السورية الخسارة نعتقد أنها إذا ما حدثت بالتأكيد سيكون له مضاعفات كثيرة ليس فقط على مستوى يعني محافظة الأنبار وإنما سيكون هناك ضغط كبيرا على محافظة بغداد وكربلاء لذلك يتم الإعداد بشكل كامل لهذه المعركة من أجل أن لا تكون هناك خسارة أو حتى تراجع على مستوى استعادة محافظة الأنبار أو حتى الأرض هنا ماذا سيكون مستقبل الحجد الشعبي في المشهد العراقي في حالة تحقيقه الانتصارات في هذه المعركة أولا الحجد الشعبي يرسم مستقبله الآن يعني من خلال مناقشة قانون الحرس الوطني الذي سيكون جامعا لكل الجهد الشعبي بالتحديث سواء كان شيعيا أو سنيا وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه واحدة من الأمور التي تم الاتفاق عليها بما أطلق عليه هنا في بغداد بورقة الاتفاق السياسي أعتقد أن وجود قوات ساندة بكل الأحوال سيكون عامل دعم للأمن في العراق لكن لا أعتقد أن يكون هناك تمرض من قبل الحجد الشعبي الشيعي على أقل تقدير على العملية السياسية لأنه لا زال يضع في حساباته حساباته أن العملية السياسية تلبي كثير من رغبات جمهورها شكرا جزيلا لك من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي شكرا لك على هذه المداخلة معنا في النشرة شكرا جزيلا لك شكرا لك